لا مكان للعدل في ظل نظام يحكمه تميم بن حمد عبارة تترجم على الأرض يوميا مع جملة الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري على مرءا ومسمع من العالم أجمع انتهاكات نظام تميم التي امتدت لتشمل قمع الحريات وإسكاة أي صوت معارض داخل البلاد طالت أيضا أفرادا من العائلة الحاكمة وتحديدا حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي الثاني وهو ما كشفت النقاب عنه زوجته أسماء ريان التي أكدت أن النظام القطري يتعنت ضد زوجها المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية وهو العلاج تعنت القطري يرفض أن نكلم الشيخ طلال إلا إذا نحن متواجدين في قطر يعني من تليفون قطري هذا لا يمكن يحصل لأنه هذا الشيء غير قانوني نتمنى أنه يوفروا له أطبة لأن الشيخ طلال بعد عنده موضوع أنه يعاني من السكر وأمور كثيرة جدا لأنه قلة التحرك أساسا السجن لا يمكن يكون من الناحية هلفي أو أنه يكون فيها أي نوع من الأطبة لأنه أساسا هو مبني على منطقة غير آمنة وهذا يؤدي لأن كل من متواجد جواه من السجناء أو المعتقلين أنه أساسا يكون من نوع من تعذيب أمام نادي الصحافة السويسري في جونيف أماطت السيدة أسماء ريان اللثام عن صور الانتهاكات التي يمارسها نظم تميم بحق زوجها وكشفت عن أن القضاء القطري الذي يفترض أن به إنصافا للمظلومين يعمل غير ذلك ويلجأ للترهيب ولا يحمي المتهمين مصار القضاء القطري للترهيب أنا ما أشوف أنه هو متواجد لحماية الأشخاص أو الأفراد أو المسجونين في ناس مظلومة كثير جدا في قطر مسجونة مسجونة بدون سبب بدون محاكمة بدون محامعة حتى طريقة القبض عليهم غير قانونية القانون يرفض أن يتم توقيف أشخاص بدون ملابس يعني أن يكون شرطي مش لابس أن يوقف شخص أو يركب سيارته ويقول له أنت مقبض عليك هذا طريقة مافيا أو مثل ما أنتوا تقدر تسموها لكن هذا ضد القانون الدولي من بين سوار الانتهاكات التي سردتها أن نظام تميم سجن الشيخ طلال وجمد أصوله وممتلكاته واستخدم الانتقام كوسيلة للتشفي وحرمان أبنائه من أبسط حقوق الإنسان الأساسية من تعليم وصحة ومسكن برغم أنهم أبناء العائلة المالكة وطالبت زوجة حفيد مؤسس قطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر جرائم نظام تميم كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر هاشتاج مأساة أطفال الثاني منصة تويتر التي تبارى روادها في سرد انتهاكات النظام القطري سواء داخل قطر أو خارجها عن التواصل الاجتماعي إنه قوظ أتواً شكرا